انقطاع التيار الكهربائي بعدة أحياء بمدينة بسكرا عقب صلاة الجمعة مباشرة في درجة حرارة بلغت الخمسين درجة دفع الصغار قبل الكبار والنساء قبل الرجال للخروج إلى الشارع لعل حرارة الشارع أرحم بقليل من حرارة المنازل راني نطلب النجدة لوجه ربي كأننا راني جزيريين وعندنا حقوق راهو تري سيتي اليوم راي خمسين درجات حرارة في البسكرا راهو تري سيتي ما كانش لملاكات الرحمن مش داكين الماء راني كل البرة في الرد نطيشو وعندهم دركة ساعة ونص من كوبين علينا تري سيتي عليها كوباهم على بناش رأشوف تمبيراتي رتع الطبابيذك تشوف تشوف سخانة تاحا في تري سيتي يجي كوبوه طايرين حبة دم دم غير على واحد زوال يجي مكانش مسكين الله غالب يجي كوبوه هلو وفي باش يرشعونا تري سيتي والله ما جواب الأمر لم يقتصر على السكان فحسب بل حتى أصحاب المحلات والباعة الذين عبروا عن سخطهم من انقطاع الكهرباء وفساد سلعهم ومثلجاتهم ولعل من الطرفة أننا لم نتمكن من إرسال هذا التقرير انتظارا لعودة الكهرباء ليكون بذلك انقطاع الكهرباء إشكالا بكل المقاييس على معظم القطاعات ترجمة نانسي قنقر